فيديو اليوم رح يكون عن اللاحقة أن أنيكي والمبني المجهول إذي القام فيهل وفعل الإنعكاس لهو الدنشل فيهل رح يكون عنا يعني كل هذه الثلاث دروس عندها تشابه أو اختلاف ربما يكون تشابه في اللاحقة واختلاف في المعنى أو في الاستخدام فكل هذه الدروس الثلاثة عملتها لوحدها يعني يوجد فيديوهات خاصة بها رح أخليها لكم في الديسكريبشن بوكس من يحتاج كل درس الوحده يلقاه في الديسكريبشن بوكس مثل ما قلت لكن اليوم رح نشوفوها مع بعض لأنه ربما تقدروا في هذا الحالة تشوفوا الاختلافات أو التشابه اللي ما قدرتوش تشوفوه لما أحضرتوا كل درس الوحده تمام إذن تابعوا معي الفيديو للأخير حتى نتعرف على هذه الدروس وعلى هذه اللواحق سلام نصص نظر كداشلار ومريم إيس نزدر فيديو اليوم رح نتكلمو فيه مثل ما شفتو في العنوان وفي بداية الفيديو بدون إطالة فقط أريد أني نذكركم اللي مازال مشتركش في القناة يشترك فيها ويفعل زر الجرس حتى توصلكم إشارات الفيديوهات الجديدة وتضغطوا على الزر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو استفتتوا منه وما تنسوش تتركوا تعليقات إيجابية تحفزني حتى نقدم لكم المزيد من الدروس أو حتى إذا كان عندكم هناك دروس يعني حابين أنكم تفهموها أو تحضروها اكتبوها لي في التعليقات وإن شاء الله المرة الجاية نعمل لكم عليها فيديو رح نبدأوا الآن مباشرة مع اللاحقة ON اللي نستخدمها مع الأفعال يعني يكون عندي جذر فاعل نضيفها له تعطيني اسم فاعل فهذا اللاحقة تتغير على حسب التوافق الصوتي السنائي إذا كان عندي آخر حرف صوتي في جذر الفاعل ثقيل نضع ON وإذا كان عندي آخر حرف صوتي في جذر الفاعل خفيف نضع ON قلت لما نضيف اللاحقة ON إلى جذر الفاعل تعطيني اسم فاعل ما معنى اسم فاعل؟ معنى أنه هو اللي يدل على ما قام بالفاعل مثلا أنا عندي الفاعل Gear Mac الفاعل Gear Mac هو الدخول نستخدم طبعا فقط جذر الفاعل ونضيف له اللاحقة يصبح معناه الداخل مثلا عندي الفعل يصبح بمعنى الاخذ بمعنى هو من قام بفعل الاخذ في هذا الفيديو رح نعطيكم مثال أو مثالين على الأكثر على كل درس لأنه يعني حتى ما يكونش الفيديو طويل جدا لكن من يريد أمثلة أكثر الروابط الخاصة بكل درس رحي موجودة في صندوق الوصف أكيد رح تلقاه فيها أمثلة كثيرة وتلقوني تعمقت في الدرس أكثر هنا شفنا اسم الفاعل وكيف يساغ أو ما هي الطريقة اللي نركبوه فيها حتى تعطينا اسم فاعل أركضشلار ما بقات عندي فقط في اللاحقة أن هذه هي الحالة اللي نستخدموه فيها عنا حالة أخرى نستخدموها فيها لكن تعطيني معنى آخر فالحالة الثانية اللي نستخدموه فيها اللي هي اسم المفعول احنا شفنا اسم الفاعل الآن رح نشوفوا اسم المفعول وكيف انفرقوا بينهما يعني الفرق بينهما واضح وضوح الشمس فقط تابعوا معي احنا تعرفنا على اسم الفاعل أنه نركبوه جذر فاعل زايد اللاحقة آن يعطينا اسم فاعل أما بالنسبة لإسم المفعول فطريقة تركيبتو تكون جذر فاعل زايد اللاحقة أو لاحقة المبني المجهول عفوا زايد اللاحقة آن هنا في هذا الحالة تعطيني اسم مفعول الآن أنا فقط رح نعطيكم بعض النقاط الخاصة بالمبني المجهول يعني هكذا رؤوس اقلام فقط وانتم ما تعمقوا فيه رحوا للرابط الخاص به رح موجود في صندوق الوصف اذا هذا المبني المجهول عنده ثلاث حالات يعني كل حالة عندها لاحقة الحالة الاولى هي اللي ما يكون عندي آخر حرف من جذر الفعل يكون صوتي في هذا الحالة نوضع حرف ني الحالة الثانية يكون عندي آخر حرف من جذر الفعل ساكن في هذا الحالة نوضع حرف صوتي رباعي زايد حرف لا اما بالنسبة للحالة الثالثة هي اللي ما يكون عندي آخر حرف من جذر الفعل هو حرف لا في هذا الحالة نوضع حرف صوتي رباعي زايد حرف ني وبالنسبة لهذا المبني المجهول أيضا نستخدمه مع الأفعال تمام؟ ما معنى المبني للمجهول؟ المبني للمجهول هو أني لما نكون لا أعرف ما نقام بفعل معين مثلا نعطيكم مثالين يعني لما يكون مبني للمعلوم ومبني للمجهول هكذا حتى تعرفوا الفرق نعطيكم مثال مثلا لما قل لك أحمد كفياج ت أحمد كفياج ت فتح أحمد الباب هنا من قام بفعل الفتح هو أحمد يعني مبني للمعلوم أن أعرف ما قام بذلك الفعل اللي هو الفتح لكن لما نقول لك كفي أتل د كفي أتل د فتح الباب هنا من قام بفعل الفتح لا أعلم المهم أنه فتح الباب من طرف من لا أعلم لا أعلم من هو الفاعل تمام؟ بالنسبة للفعل أتل د هنا في الحال اللي رأى فيها هي مبني للمجهول كيف ركبت؟ كان عندي الفعل أت من مصدر أتشمك اللي هو الفتح بما أنه انتهى بحرف ساكن اللي هو تشي فرح نستخدم الحالة الثانية ونوضع حرف صوتي رباعي زائد حرف لا تصبح أتل أتل ومبعد نصرفها مع الزمن الذي أريده فهنا صرفتها مع الزمن الماضي أصبحت أتشل د تمام؟ هنا تعرفنا على المبني المجهول لأنه قلنا اسم المفعول نستخدمه فيه أيضا لاحقة المبني المجهول ونزيدوله اللاحقة آن فهنا لما يكون عندي مثلا الفعل بيك لمك كيف يصبح مع اسم الفاعل؟ يصبح بيك ليان بيك ليان هنا بيك لا اللي هو جذر الفعل بيك لمك انتهى بحرف صوتي نضيف له الشكل المناسب اللي هو آن فبما أنه التقى حرفان صوتيان نضيف حرف ي اللي هو حرف حماية تصبح بيك ليان بمعنى المنتظر بمعنى الشخص الذي ينتظر طيب أريد أن أستخدمها في حالة اسم المفعول يعني يكون عندي اسم مفعول في هذا الحالة قلنا نوضع جذر الفعل زائد لاحقة المبني المجهول زائد آن أو آن هنا ما نصرفوه شمع الأزمنا فيكون عندي جذر الفعل بيك لي زائد حرف ني اللي هو عبارة عن لاحقة المبني المجهول لأنه بيك لي انتهى بحرف صوتي فرح نستخدم الحالة الأولى لتقلنا أنه نضيفوه حرف ني فقط تمام؟ فتصبح بيكلان ومن بعد نزيد لها مباشرة لاحقة أن لتصبح بيكلانان بيكلانان يعني المنتظر أو المتوقع تمام؟ فلما يكون عندي اسم فاعل بيك ليان منتظر كان فرق ما بين منتظر وكان منتظر تمام؟ منتظر بمعنى متوقع ومنتظر بمعنى الشخص الذي ينتظر يعني اسم فاعل مثل ما قلت شفتوا هو شيء بسيط جدا لكن ربما يخلق لكم تعقيدات إذا ما كنتوش تعرفوا الفرق بينهم وربما كان ليلقاوا أنفسهم كان أشخاص ليلقاوا أنفسهم من قبل كانوا يظنوا أنه اسم الفاعل مع اسم المفعول الآن تعرفوا على أسمائهم كانوا يظنوهم نفس الشيء فلي يعني أول مرة يسمع هذا المعلومة أو أول مرة تلاقع بهذه المعلومة يكتب بالنسبة تعليقات هنا نعطيكم أمثلة على شكل جمل ومن بعد نروحول للفعل الإنعكاسي تمام؟ بمعنى أنا لا أعرف الرجل الذي ألقى السلام علي طبعا هنا فيران عندي الفعل فيرماك وضفنا له هذا اللاحقة تصبح فيران يعني المعطي هنا دائما نطرح السؤال هانجي من هو الرجل الذي لا أعرفه لا أعرفه فنقول لك سلام فيران لأنه السلام فيرماك هو فعل مركب ينعد فعل واحد أو لما نقول لك الرجل المعطي للنقود أو الرجل الذي أعطى النقود نشوفوا مثال آخر مثلا نطرح عليك سؤال نقول لك دشارده أركبه تدي يوريان سان ميدن دشارده أركبه تدي يوريان سان ميدن بمعنى هل كنت أنت الذي يمشي في الحديقة يعني الخلفية الحديقة الخلفية فهنا لما نقول لك يوريان بمعنى الماشي ربما هنا في الجمل ما نقدرش دائما ننصيبها الماشي المعطي القادم الآخذ إلى آخره ما نقدرش دائما نصيبها بهذا السيغة في ترجمتها لما تكون في الجمل لكن هذا هو معناها تمام فهنا لما قول لك دشارده أركبه تدي يوريان سان ميدن يعني هل كنت أنت الماشي أو الذي يمشي في الحديقة الخلفية في الخارج هذا كان بالنسبة لأمثلة اللاحقة آن نعطيكم أمثلة بالنسبة لإدي القانفي اللي هو الفعل المبني المجهول طبعا هنا رح نعطيكم أمثلة خاصة به فقط ماشي مع اللاحقة آن عنا مثلا درس أنلط الد بمعنى شريحة شريحة الدرس عفوا هنا رح مبني للمجهول يعني شريحة من طرف من لا أعلم من هو الفاعل لا أعلم طيب إذا أردت أن أقول من هو الفاعل هنا أقول لك مثلا أورتمان درس أنلطت أورتمان درس أنلطت المعلم شرحة درس أو شرحة درسا هنا أقول لك درس أنلطت هنا تكون مفعول به يعني معرفة لكن لما أقول لك درس أنلطت شرحة درس أو لما نقول لك تهتا سيلندي تهتا سيلندي مسيحة السبورة هنا مسيحة من طرف من لا أعلم لا أعلم من هو الفاعل لكن إذا قلت لك أورتمان تهتا سيلدي أورتمان تهتا سيلدي بمعنى مسح المعلم السبورة من مسح السبورة هو المعلم أورتمان بالنسبة للمبني المجهول اللي هو إيدي القانفيل سهل جدا فقط عليكم معرفة القاعدة اتبقوا هاو أنتم مخلص عرفتوا المبني المجهول أما بالنسبة لما يكون معا اللاحقة أن قلنا رح يعطيني اسم مفعول فلما تتمكنوا من المبني المجهول رح تتمكنوا من اسم المفعول لأنه مثل ما قلت اسم المفعول يكون فيه اللاحقة أن ويكون فيه مبني المجهول الآن شفنا أنه لاحق أن يعني اسم الفاعل عنده علاقة مع المبني المجهول هكذا حتى يعطيني اسم مفعول والآن رح نشوف الفعل الإنعكاسي اللي عنده علاقة مع المبني المجهول لأنه عنده نفس اللواحق فقط التشابه يكون في اللواحق والمعنى يكون مختلف طبعا فالمبني المجهول ما نكونوش نعرفوه فيه الفاعل لكن الفعل الإنعكاسي يكون عندي أو هو فعل يعود تأثيره على الفاعل بشكل مباشر بحيث يكون الفاعل هو نفسه المفعول به يعني يكون عندي فيه فاعل المبني المجهول ما فيهش فاعل والفعل الإنعكاسي فيه فاعل نشوف أمثلة لما نقول لك أضام يكون ده أضام يكون ده هنا رهبا ينشكون هو الفاعل أضام يعني كائن شخص أو كائن حي أضام يكون ده أو اختسل مش غسلة اختسل الرجل لما نقول لك أربا يكون ده أربا يكون ده هنا ره عندي شيء اللي هي أربا هنا غسلت السيارة من طرف من؟ لا أعلم هنا الفرق يكمن في هذه النقطتين لما يكون عندي في جملة يكون فيها الفاعل طبعا كائن حي يكون إنسان هنا يكون عندي يعني فعل إنعكاسي يعود هذا الفعل على الفاعل ويكون هو نفس المفعل به لكن لما يكون عندي شيء أو كائن غير حي فيكون عندي يعني جماد يكون عندي مثل هذا المثال اللي قلنا فيه أربا يكون ده أربا يكون ده غسلت السيارة لأنو شكون اللي قوم بيغسل السيارة أكيد شخص ما فهنا يكون عندي مبني للمجهول إذن أضام يكون ده فعل إنعكاسي وآربا يكون ده فعل مبني للمجهول طيب أنا لو نقول لك كزلار سيسلان ده كزلار سيسلان ده هنا تزينت الفتيات هنا من قام بالفعل؟ بفعل التزيين أو التزيين المهم هذا الفعل سيسلان مك هما الفتيات كزلار فهنا عندي الفعل هو كزلار الفعل ره موجود تمام؟ فهنا يكون عندي فعل إنعكاسي وليس إدي القانفيل نعطيكم مثال آخر لما نقول لك بمعنى كسرة لأنني لم أتصل به أو خلينا نقول كرلمش زعل أو المشارقة ربما يقولون كسر مع لباليش المهم ترجمتها إن كسرة أو كسرة ومعناها هو بمعنى زعل أو أخذ على خاطره فهنا كيم كرلمش؟ كيم كرلمش؟ أو هو هنا يكون عندي فعل إنعكاسي على من يعود عفوا عليه هو إذن كان هذا هو درسنا اليوم نتمنى أنكم تكونوا استفدتم منه ما تنسوش تكتبوننا رأيكم أيضا في درس اليوم إذا استفدتم منه أو إذا كان هناك تعقيدات إلى آخرين وإذا كان عندكم أيضا أسئلة كتبوها لنا في التعليقات ورح نحاول أني نجاوب على كامل أسئلتكم إذن إلى اللقاء في درس آخر